المتأمرون عن الأوطان ما أكثرهم وما أخطرهم خاصة تجار السموم تجار المخدرات يحمل جواز سفر تونسي ويدجج سيارته بالقنب الهندي أو بالكوكاين ثم يأخذ الطريق من هولندا إلى نيسا إلى بورت حلق الواد فما لتفطنولهم ويسقط في أيدي الدوانة أو الأمن الوطني وفيهم من يمر بسلام آمن ويغرق البلاد بالسموم متاحهم واليوم يا جمودي شبابنا خيرة شبابنا يعيش بلا عقل يعيش في غيبوبة يستهلك بالليل وينام بالنهار واليوم ولينا نحكيه وعلى ظاهرة للأسف صغار وكبار صحيح كهول ونساء صحيح شرائك أنا سبق وعرجت في كلمتي منذ حين قالي العملية هذه أولاً هي مبرمجة وثمش كون يحميه والسيد اللي انطلق من نيس في اتجاه تونس عبر حلق الواد لو ما كانش مطمان اللي عنده فرصة متاع تسعين في المئة باش يمر سالم ما كانش غامر المغامرة هذه وإذا كان فاقه بسيارة مئات السيارات تعدت ورينا واحدة من السيارات المدججة بالمخدرات سيد المخرج إذا كان فاقه بسيارة أنا أكد لك مئات السيارات تعدت أنت تعرف اللي كونتنار اللي هي نصدر فيها في الدلاع وفي البضايا على إيطاليا يمشوا فيها عباد يحربوا الإيطاليا تتذكر مليح السيد اللي يرحمه في حلق الواد بشي تنويك العائلته اللي مشاه في كونتنار متاع دلاع وصل الغادي نحوه الأعظامتاعه ورجعه في صندوق وللأسف زادة نارينا هذومة فما سكون تخلي في كونتنار معتها انتع فريجو مبرد وربي يرحمه متوفاهو إيه شنو اللي يخليه يقصر بشوت في كونتنار للدرجة هذه أنا العكس شنو اللي يخلي تونسي يحمل الدم التونسي والهوية التونسية يجيب السم لأولاد بلاده يجيب كنبة معبية بالمخدرات ويدخلها للتونس العناصر متعدة شنو اللي يخلي السيد هذا يحرق ويغامر بحياته شنو اللي يخلي السيد هذا جاي بمخدرات من برة ويغامر المغامرة هذه وأنا متأكد اللي مغامرته كانت محسوبة وعنده أمل متاع 90% بشيمر سالم ولكن يحدث أنه يتشد صدفة أو نتيجة بشاية حالة ولكن مئة الحالات قادت تمر أنا حبيت أقول لك اللي ثم ضعف في مستوى الرقابة سواء على الحدود حدود البرية والبحرية والجوية هذه اللي نحكي على النقاط الرسمية ولكن ثم كذلك تهريب عبر نقاط غير رسمية وهذا في إشارة القوافل كنت أحكي لك عليها اللي يتمر بعيد عن حين الرقابة يا سيجامودي حبيتك تمشيلي للزاوية منتع كبار التجار منتع المخدرات الناس اللي هي في برويتها وتقود وتصول وتجول وليتخدم في الأخرين لوتا حبيت نوصل للكبار الكبار تحدثنا عليهم كنا إذا كان نحنا تحدثنا على سلطة سياسية بعض أركانها متواطة ومتورط سواء في الاستهلاك أو في الترويج فبالك بالكبارات بتاع الباروليت هذا هل أنت مع قانون نعم تحلل الكبار المسؤولين ومن يتورد في المخدرات يتابع قانونا في علاقة بكبار المسؤولين ودي ما نطلب به الأول هو تطبيق قانون من أي لك هذا والأسف لم يقع تفعيله لو طبق على كل المسؤولين في الإدارة التونسية سنكتشف العجب العجاب وهو حديث الشارع يقول لك موظف بسيط في إدارة الكية العقارية أو في بلدية كذا يملك ثلاثة شقاق من أين له في تونس بشهرية متواضعة معيش عائلة ومفضل ثلاثة وأربع شقاق الجانب الثاني أشرته في تدوينه في 2021 ونعود اليوم مش كبار المسؤولين أي واحد تحمى سوريا يجب إخباعه للتحليل للأسف لأن المخدرات باتت متفشية في الشارع التونسي ومست كل الشرائح من باب أولى وأحرى أن يتحملوا مسؤولية سواء كانت إدارية أو سياسية يكونوا على الأقل بعاد على الكارثة هذه حتى يكونوا قادرين على إنفاذ القانون وتطبيقه سيد النائب مشيد بيلي ليمين خليني رجعوكم لكم أنتوما هل أنتم يا مشاهدين مع قانون خاص من يتوسط لتجر المخدرات أو من يحاول التدخل أو من يعطي حكم قضائي مخفف على مورد في المخدرات يحاكم بنفس الجرم اللي موجود فيه تجر المخدرات نحن أنا شخصيا مع تشديد العقوبات على كبار المروجين هذا شخصيا وهناك تجارب دولية في بعض الدول في العالم ويصل الحكم فيها إلى الإعدام لأنه مسألة تتعلق بتدمير مجتمعات بأكملها وعنش منذ حين قلت لكارة ويوجد مخطط دولي مش جديد منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي تونس في فترة من فترات دولة الاستقلال أول إجراء أخذه الزعيم الراحل حبيب بورقيبة هو منع استهلاك التكروري الهدف الرئيسي في تلك الفترة هو أنه يمنى رغم أن الحماية الفرنسية شجعت التونسيين وحررت استهلاك مدى التكروري وعن التجربة رديفة وتشبهها حين انسحبت إسرائيل من قطاع غزة منذ عشرين عاما كان المجتمع الفلسطيني والأحياء الشعبية في قطاع غزة كلها غارقة في المخدرات ما الذي تبدل؟ حين تبدلت سياسات من يسيطر على تلك الأحياء والشباء وقتمت محاربة عصابات الجريمة يعني أنشئ لك جيل جديد هو الذي يسطر الآن ملحمة غزة ما نقوله الآن إذا أردت دولة المسؤولية كبرى للدولة النظام السياسي هو الذي يمكن له أن يشجع على الأخلاق الحميدة وعلى أخلاق الفضيلة وهو الذي يجرم أخلاق الرذيلة لأن المسألة مرتبطة زادة بدناش أمتاعنا من الكتاب للروضة للمدرسة الابتدائية أنت كل الإنفوية يونيفرسيتار توا الآن الآن وأكد لك مرتع لترويج المخدرات الآن الجامعة التونسية ونقول لك مسألة أخرى هناك قطاعات مهنية قريبة جداً من مجال معين تختريقها المخدرات بشكل مفسع جداً نقوله كلامة دايا الشباب التونسي وليس الشباب أنا أؤكد لك أنك هناك مسؤولي في الدولة وأنا نقول لك مسألة أخرى أنا مع إخضاع كل الموظفين العموميين للتست أوردينير دوري لمكافحة المخدرات وعلى أقل محاولة الإنقاذها ومن زلك مسألة أخرى وينهم لسنتر ميديكو لسنتر المراكب الصحية كلها مغلقة هذا دور الدولة أنت ما وجدك تعاون السيدة ذايا المدمن أنا أتصل بها عدة عائلات في مرات مختلفة يطلبوا مني كيفاش يهز ابنه لمركز صحي للمدوات من الإدمان أغلقت بالكامل يعني هناك مسؤولية للدولة لوزارة المرأة لوزارة العدل لإدارة السجون وتعرف أنت في إدارة السجون قاعدين يدخلوا في المخدرات تسمع بالمرهوجة محمد ما حكولكش علىها ماك بشيت وصورت في السجون ويسمعوا فينا في إدارة السجون والجميع على شي مرهوج أسأل الذين خرجوا من السجن أنت صورت عدة مرات محمد نحبك أنت ما يريد تفرجوا فيه أنا ما نشخبير أنا ما نشخبير أنا روية لي روية لي أن هناك المخدرات يقوم خلطها بالماكنة بالأكل ويتم إدخالها إلى السجين المدمن على المخدرات ويدخل إذا منعرفوا هذا عشي قولك أنا إدارة السجون نفسها تحتاج إلى إصلاحات عميقة رغم أنه إدارة السجون في فترة المدير السابق متاحها سيلياس زلال اشتكت بي مرتين ذكرت قضية للقاضي مكي بن عمار حين تم تعذيبه سيبادردين وأنت كنت شاهد أنا في القضية ذيك حكمت عليها المحق وبرع أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ لأننا نددنا بتعذيب القاضي السابق المكي بن عمار